السلام عليكم. زيكم شباب برحب بكم في لقاء جديد. ونتكلم دلوقتي في مستوى اعلى شوية. آآ ويمكن تلاقوا في بعض النمر العادية. يعني هو مش لازم يبقى ده يبقى معقد جدا. لا عادي. هو ده ممكن اللي بيأهلك اه انك بتخش المعادلة وغيره. طبيعا ان الاسئلة بتاعت المعادلة فهي اسئلة صعبة وسهلة متوسطة وهكزا. معظم الامس في يبقى من مراجع اجنبية. ومش معنى انه المراجع يبقى صعب ولا حاجة. لأ عادي خالص ان شاء الله. آآ يعني ايه من الهرمونات ديت مش مرتبط بلازمة بروتين. فهو احنا عندنا قاعدة بسيطة خالص يا جماعة. اي هرمون طبيعته بروتين بيبقى في ومش محتاجة يرتبط بالبروتين. وبالتالي اللي محتاجة يرتبط بالبروتين حاجة تانية. يعني زي مثلا بترتبط بالبروتين زي السيروكسن وبعض الهرمونات الاخرى. لكن اي هرمون اه اه بطبيعته بروتين بوليببتاد يعني ما بيرتبطش بي البروتين. وبالتالي لما ديك قايمة زي كده ابحث عن الهرمون اللي طبيعته بوليببتاد. حال الكورتزون بوليببتاد لا ده سترايد. طيب والسيروكسن لا ده سينجل عمينو ايسيد ديراباتف. طيب الادة اتش معروف ان بتكون من طب والاسترا دايول لا ده آآ برضو من الكوليستيرو. تمام? وكمان زي وبالتالي يا جماعة يبقى هنا الاجابة بتاعتنا هي طبعا لان الادة اتش بروتين هرمون او بوليببتاد هرمون. يعني كل لما كان الهرمون مور بروتين باوند. انت عارف ان في الدم الهرمون بيمشي في شكله. ايزر فري او باوند للبروتين. يا اما فري يا اما بروتين باوند. كده يا كده. معروف ان الفري فورم هي دي اللي بتدخل التشو وهي دي تيك الاكشنز. ومعروف كمان ان الباوند فورم هي دي اكتة ازقر. دي المخزون. وكل لما كان الهرمون بروتين باوند وكل لما كان عمره طويل في الدم وهكذا. من اعلى الهرمونات في البايندينج يا جماعة بيبقى الثيرويد هرمون نسبة البايندينج عندها ممكن توصل لتسعة وتسين وتمانية وتسينين من مية في المية. نسبة بايندينج عالية جدا. تمام? طيب. فبقول لك كل لما كان مور بروتين باوند بيزيد البلازما كليرانس افزو هرمون كليرانس يعني يتم التخلص منه يعني لأ بالعكس. لأ ده هو عمره بيتطول اكتر. بتقل الهاف لايف ما هي الهاف لايف ماشية مع الكليرانس يعني لو الكليرانس سريع تبقى الهاف لايف قصيرة والعكس. بيقولك الهاف لايف بتقل كل ما يبقى لا ده انا متوقع ان عمره يزيد وبالتالي تزيد. بتزيد كل ما كان الهرمون يا جماعة باوند يبقى الجزء الباوند ده بيبقى متخزن ما بيشتغلش. تمام? طيب. اه زي جري اوف نيجاتيب فيدباك. لا هو اللي بعمل نيجاتيب فيدباك مش اللي بعمل هو الفري فورم. تمام? وبالتالي كل ما كان باوند اكتر الباوند ده مش شغال يعني ولا له اي علاقة بي حاجة الفري بس هو اللي بعمل. وبالتالي مالوش علاقة بالفيدباك. انكريز انزا بلازما ريزيرفوار ريزيرفوار اللي هو ايه? مخزون. المخزون في البلازما. تمام? فور رابد آآ ري ري بلانشمنت اوف زي هورمون. انه هو يعني يجدد لك الفري هورمون دي نقطة مهمة جدا. وبالتالي بقول لك كل ما كان عالي كل ما كان عالي يبقى ازا ايه اللي موجود معاك? يبقى هو اللي موجود. يبقى آآ ما تنفعش. الهاف لايف بتقل ما تنفعش. الاكتيفتي بتزيد لا ما تنفعش لانه كل ما كان ريزيرفوار يبقى الفروق قليل يبقى الاكتيفتي تقالي. النيجاتي فيدباك بيعتمد على الفري يبقى ما ينفعش برد. يبقى الاجابة الصحية طبعا يا يا جماعة هي ايه? طيب. نيجي لنقطة تانية. في فيفتي فايف يارز اول مان هاز ديفلوبت ذا سندروم اف انا بروبريت اد اتش. اه سكرش. اه ديو تو كارسونوما افزا لانج. يبقى اكده عند شخص عنده ايد اتش كتير يا جماعة. ديو تو يعني ايه? يعني يعني بفرز بلا حساب. ديو تو اه. تمام? بيسموها جماعة سندروم اف انا بروبريت اي دي اتش. سيادة. تمام? طيب. اه بيبقى في زيادة في ال اد اتش. وغالبا بيبقى بارة عن سموها بارانيوبلاستيك سندروم. بيبقى في عندك مجموعة خلايا في مكان ما في الجسم. بتفرز ال اد اتش بشكل انليمتي ده عندك اد اتش كتير. طيب ال اد اتش ده مش طالع من بتويتر جانبه طالع من بره بقولك كارسونوما افزا لانج. كانسر لانجي بطلع لك اي داش. طيب. المفروض يعمل ايه? انا عايز احفزك حاجة. وفهمها لك يا ريت ما تنساش طول عمرك يعني. عشان بس ما تتلخبطش في العلامات الاساسية بتاعت السندروم اف انا بروبريت اي داش. مدين اول حاجة دي اعرفها ان السندروم انا بروبريت انا بروبريت دي معناها ان هو زايد. وغالبا طالع من اه اكتوب بيديك اي ده اتش كتير. خلاص كده? طيب. الايه دي ايش كتير بقى يعمل ايه? يحجز المية في الجسم. نركز معاه في اللي جاي ده. يحجز لك المية في الجسم. فيعمل اكس بانش. يبقى كده حجم الايه? بيزيد. وبالتالي الازمولات في الدم تقالي. الحاجة اللي بعد كده جسمك كبروتكتف ميكانيزم. ليه اللي زيادت حجم المية في الجسم بيحاول يتخلص من الصوديوم. يتحاول يتخلص من الصوديوم. علشان كده في الحالة دي تلاقي جسمك بيعمل للايه? للصوديوم. وبالتالي الصوديوم يزيد فيه اليورن ويقل في الدم. فتتوقع ان العين ده يبقى عنده هيبو ناتريميا. ويزيد اليورن اليوريناري صوديوم. وبالتالي آآ بيبقى عنده هيبو ناتريميا في الدم. اليوريناري صوديوم بيزيد وبالتالي اليورن ازمولاركي بتزيد. تمام? واضح كلام? طيب. يبقى انت تتوقع العين ده عنده زايد وعنده هيبو ناتريميا وعنده زيادة في اليورن اوزمولاريتي. تمام? طيب. اه بيقول لك بقى اه اه في الحالة دي بتزيد البلازما اوزمولاريتي. ده هو المياه بتتحجز يبقى لا مش مصبور. اه ده السوديوم بينزل. هم? تمام. بيزيد السرس? لا ده المياه زي ده او في الجسم ده المفروض السرسس انهابتد. اه بقول لك بقول لك بيهيه اللي افراز ال اده اتش من البتويتري? اه. ما هو دايما يا جماعة اي هرمون بطلع من اكتوب بيعمل نيجاتيب فيدباك على الغدة ويقلل افراز الهرمون الاساسي. فطبعا لما بيزيد بعمل نيجاتيب فيدباك على البتويتري فبيقل افراز الطبيعي من البتويتري جلاني. دي يا جماعة طبعا هي تبقى الاجابة المزمولة. تمام? يعني ايه جملة صحة? انت عايز جملة صحة عن آآ بروتين هرمونز. احنا عارفين الهرمونز يا جماعة طبعاتها الكيميائية يا اما بروتين يا اما استرايد والبروتين يا اما سنجل امينو practicesや اما بوليبيبتايد. سنجل امينو عصد daiب زي مثلا انثيروكسين بوليبيبتايد زي معه نظم الهرموناز بتاعةips والبنكرياس والبتويتر واكذا. والسترايد دريباتهيب زي السكس هرمون والادرينا الهرمونز وزي البايتامين دي. بقولك اه اهم السمى في الهرمونات دي ان هي هاف لونجر هاف لايف زان استرايت يعني عمرها في الدم اطول عن الاسترايت انا هزاك برضو لحاجة دي تفهمها هي هي آآ البروتين هرمونز يا جماعة لسه زي ما قلنا من شوية ان هي بتبقى بروتين يعني ما ما بتشالش على بلازم بروتين وبالتالي كلها فري وبالتالي عمرها في الدم قصير وعلشان كده الهاف لايف بتاعتها بتبقى قصير فلما قول لك هاف لا ده الاسترايت دي بتلزع على البروتين زيها زي السراكس ويعودوا كتير الجمله دي مش مزبوط دايما يا جماعة البوليبيبتاد هرمونز بتشتغل عن طريق تمام بشتغل عن طريق سيطر يجولي يعني لانه بوليبيبتاد ده سلسلة كبير ستدخل الخليجة ازاي خلايا بشتغل عن طريق سيطر حط في دماغك ان الاجابة دي تنفعها هاف سلور عن الاسترايد والسيرايد آآ هنا بقى حتى نعايزك بقى تفهمها كويس قوي مهمة اوي في في تفهمها وبرضو عشان حياتك الكتلينيكية. مين الاسرع? الهرومات اللي بتشغل عن طريق سلمي بريني سيبتور ولا اللي بتشغل عن طريق سيتو بلازميك وانترانيوكولر سيبتور. اللي بشتغل عن طريق سيتو بلازميك وانترانيوكولر يا جماعة ده غالبا بيشتغل عن طريق الدي اناي. فلازم يحصل اه التتاحض مع ريسيبتور ويحصل الاول اه اكسبريشن للجينز وكل ده بياخد وقت. يعني لاي حاجة تشتغل على الجين يا جماعة عايزة اه فبالتالي بتبقى بطيقة يعني يعني اي حاجة زي وزي الحاجات دي لأ محتاجة عشان تشتغل وممكن ساعات زي ما قولين. اكيد بقى التاني بقى اللي بشتغل عن طريق سلمي الانترانيوكولر اسرع يبقى دي مش مسبب. زي اه اه ما بتتخزنش لا. ده اللي ما بتخزنش بقى الاسترويت. الاسترويت ده بيتصنع وقت الحاجة. لا هي كتخزن عايزة خالصة. تمام? يبقى ازا اه اللي ما قولك ماينفعش. تمام? يبقى ازا الادقة هنا يا جماعة طبعا هي بي. اللي هي اه بتبقى لها على السل منبري. بتويتر تيومر سكرتينج اكسس جروس هرمون. اين ادلت? خلي بالك حتة دي اين ايه? ادلت. ميليتو. يعمل لك هومونيماس هيميانوبيا. او يعمل لك اه اه جايجنتزم. تمام? ولا يعمل لك اه اه جايجنتزم. ولا يعمل لك اه اه رديوز دي ليفلز اوف سوماتو ميدينز ان بلود. ولا يعمل لك انلارجمنت اوف زا ليبر. طيب. هل في الادلت يعمل جايجنتزم? لا. ده يعمل اكروميجالي. يقل السوماتو ميدينز لك ده بتزيد. يعمل في الادلت. اوكي? بيزود طبعا او بزود بتاع الارجنز وكلها عادي. بس ايه حكاية الهومونيماس هيميانوبيا دي? هو بيحصل هومونيماس هيميانوبيا? ولا ولا ايه بالزبط? بص يا سيدي هو يعني فكرة صغيرة خالص كده نفتكر مع بعض كده يعني ايه هومونيماس هيميانوبيا? وكلام ده? المفروض ان كل عين يا جماعة مقسومة اتنين كده. ماشي? ده ده مجال الرؤية بتاع الانتين يعني. اه في عندك بقى اوبتك نيرف طالع من من الاي. اوبتك نيرف طالع من الاي. فعندك اه طبعا الجزء طالع من نيزل بارت بتاع الريتنا. النيزل بارت هنا كده. تمام? وجزء هنا. وجزء ده. تمام? طيب. عندك بقى دايما يا جماعة دايما النيزل بارت بتاع بتاع الاوبتك نيرف بقى من الكروسنج. ويبدل مع النيزل بتاع الاوبتك ساك. وبعد كده يتحده بقى معه مع طبق. يعني النيزل ده لما يعدي يتحد مع التمبرل بتاع نهات تانية وهنا برضو نفس الكلام. هنا بقى عمل لك حاجة اسمها اوبتك تراكت ده اسمه اوبتك تراكت لكن ده اسمه اوبتك نيرف ده اسمه اوبتك نيرف لكن ده اسمه ايه اوبتك تراكت. والقروسينج ده طبعا المنطقة ده اسمها اوبتيك كيزمة طيب المفروض ان النيزل بارت من الاوبتيك نيرب ده جماعة بيشوف الجزء العكس من الفلد يشوف الجزء ده كده وده يشوف ده يعني بالعكس يعني النيزل بارت من الريتنا بيشوف التيمبرال بارت بتاع الفلد يبقى ده بيشوف التيمبرال ده بيشوف التيمبرال ده بيشوف النيزل ده بيشوف النيزل طيب هو لما يحصل بتويتر تيومر بتويتر تيومر ده بيحصل فين بتويتر تيومر في القصة هتبقى سهل خلق بتويتر روم بيحصلين يا جماعة زي ما انتم عارفين ان بتويتر جلاند ريليتد ليه آآ بتويتر جلاند ريليتد على طول. فهيضغط بقى على ايه? على فليحصل له النيزل فايبر ده وده. لا ده يشتغل لا ده يشتغل. طيب يبقى احنا فقدنا ايه من الفلد? ده كان بيشوفوا الجزء ده تمام؟ اللي هو التنبرال. طيب. وده كان بيشوف ده. تمام؟ طيب هذا النوع بقى من هماانوبيا بيسموه ها? التنبرال ما بيسموه النص التنبرال ده رايح. والنص بيسموه بايتنبرال هماانوبيا. وبالتالي كان الصحة هنا ان ما يقوليش هومونمس. هومونمس يا جماعة يعني نص ونص غير متمثلين عن ناحيتين يعني. طبعا? طيب. اه لكن هنا اه يبقى دي مش مزبوطة لو كان قلبي كانت تمشي. اوكي. شرحنا بقى الجزئية ديت وبالتالي اختار لقى هو جزئية اللي بره. يعني هو عايز جملة غلط عن يا جماعة بتاعها. احنا عارفين طبعا في عندنا وبرضو في اتنين زيه للبورولاكتن والميلانوسادسيميتينج هرمون برضو نفس الفكرة له هرمونين. وعندك برضو حاجات للتي اس اتش والاس اتش. فبقولك بخصوص بتاعة عايز جملة غلط يا جماعة. عايز جملة غلط عنها. ما هو ما هو ما هو ده اللي هو الحتة بتاعة لا يبقى الصلاة مرس اللي بتفرز. دي صح يا جماعة. بس داون اه سراء نيرف اجزون زي بتويتر جلان بيمشي في النيرف اجزون عشان يوصل بتويتري. فكر انت بقى هو عتغلق. مي كنترول زي اوت بوت مي مي كنترول اوت بوت اف مو زان وان هرمون يعني واحد يعني ممكن واحد ريليزينجي طلع اتنين. شوف دي صح ولا افكر في دي برضو حتة فنية. الريليز بتاع السيروتروبين. ما السيروتروبين دا ولا تي اس اتش يعني بينظم التي اس اتش اه بينظم التي اس اتش. طبام? اوكي? طيب. فين بقى? فين بقى هنا الجملة الغلط? هل انت عندك بتويتر هرمون يعني هايبو سلامك هرمون بيطلع هرمونين? اه? فكر كده? اه? اللي صح? الجنادو تروبين اللي بطلع عليك ايه? ايه? اف ساتش. يبقى واحد ده بيطلع اتنين. يبقى يا دكتور ما انت قلت لي فيه يا ابني ده اللي انا اتكلمت عليه ده. ده بتاع البستير بتويتر هرمونز اللي هي بتطلع من الهايبو سلامس وتفرس البستير بتويتر اجلان بتاع اللي هو هايبو سلامو هايبوفيزيال تمام? ده نسيج عصبي بت بتاع البستير بتويتري. اما بتاع هرمونز بقى لا بتتنيل عن طريق هايبو سلامو هايبوفيزيال بورتال سيرتيليشن مليهاش علاقة بالعصب خالص. يبقى ازا اللي اقول لك نيرف عجزين دي غالط. تمام? يبقى هي دي ده الغلط بتاعنا لانها بيتنقل عن طريق وليس جميل. بيقول لك يعني لما تشل بتويتر كله هيقل معادة. يعني كله هيقل معادة. اه البلازمة هتقل ولا تزيد طبعا طبعا لو شنال بتويتري معادة في عندك ايد اتش. طيب معادة ايد اتش اللي كان بيحجز المية وبالتالي الاوزمولاريتي تزيد. ها? صح? بس تشوف البقية. السيكلز هتقل اه طبعا لان ما فيش ال ال اتش وال اف الس اتش الاكزيلر هير برضو اه بيعتمد على التستيرون وكل ده معتمد على ال 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 اتش وال اف الس اتش والسيكش والدزير طبعا زيهم. يعني التاتة دول كلهم لان طبعا ال 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 هتبقى امبارد البرستي سايز برضو استرجن وبروجسترون معتمدين برضو يعني اللي اربعة دول يا جماعة منسترول واكزيلر وسيكش وال والكلام ده كل ده معتمد على ال 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 اتش وال اف الس اتش اللي افرازهم هيوقف مع ال ديستركشن طبعا بتويتري جلاند. طيب الاوزمولاريتي هيحصل فاها ايه? هتقل ولا هتزيد? لا هتزيد لان ال ايد اتش مش موجود وبالتالي المية بتفقد وبالتالي حجم البلازمة بيقل فالاوزمولاريتي تزيدي بعضا ده الاختيار بتاعني. بتويتر تيومر سكرتنج اكسيز جروس هرمون ان ادلت ميلتو. يعني جروس هرمون في الادلت. يعمل لك هومونوموس سمع نوبيا ما احنا قلنا من شوية اسمها باي تيمبرول مش هومونوموس. هيعمل لك في الادل جايجاندزم غلط. اه هيقل مستوى السمات وميدنز لا هتزيد. هيعلى بلاد جولجوز اوه طبعا في الادلت هامل لك هايبرجليسيميا دي اجابة طبعا وازبطة دي طبعا ده نمرة سهلة. عايز نمرة ضلط. يعني لما اللي يزيد اه طبعا هو الهايبو جليسيميا ستيولاس مهم جدا ليه الجروس هرمون. هز يعني اه لانه شبيه بالبرولاكتن لانهما الاتنين بيطلعوا مم اخوات او شبه بعض والفرق بينهم في التركيب مش كبير. فلما بيزيد الجروس هرمون بزاد بيبقاله يعني تأثير منشط لافراز الملك شبه البرولاكتن يعني. بيزود اه طبعا هو بيزود اوكي. طبعا دي دي الميكانيزم بتاعته الاساسية انه هو يشتغل على ويطلع وهي تعمل لمعظم الاكشنز بتاعته. استيموليت باي سوماتوستاتن بيطلع هرمون جروس هرمون وجروس هرمون اللي هو السوماتوستاتن. لأ يبقى ده غلط. طبعا يا جماعة دي غلط يبقى هي دي الايجابة. مطلوب. لما يقل جروس هرمون يعمل ها هو هل جروس هرمون ليه علاقة بالبيرتي? ها لأ. اللي شرقه اللي ببيرتي. اوكي? مفروض بعمل الدوارف. بس خلي بالك من اللي جاي بقى مع يعني دي تبقى ايه قصيرة ويدي قصيرة خالص كده يا جماعة. لأ هو المفروض ان الدوارفزم يبقى فيها اه الشورتج اللي موجود بيبقى مهم او كلمة دي يا جماعة. ودايما نقول ان الدوارف يبتاع نقص الجروس هرمون بقى سمارت بقى امور. حلو. فيدي عنده حاجة يا كله تمام. لأتي غلط دي. ما يبقى اه طبعا يفوت ان الجروس هرمون برفع وبالتالي لما نشاطه يقال اه افرازه يقال اه اتوقع يبقى فيه هايبو جليسيميا. لا يا جماعة هي هي الفيسرة وصلت لحجمه معين. يعني هو كبر خلاصها مش هيزغر تاني. حتى لو جروس هرمون معادش موجود. والتالي الاجابة الصحة طبعا هتبقى يعني يعني ايه في الحالات دي بيبقى الشخص مش لو حصل له في الطفولة يعني اكيد يعني سوق تغذية نتوقع ان هو يخلي النمو غير طبيعي. يعني كده الشخص مش هيمره بمرحلة بلوغ. آآ البلوغ المبكر بريماتيول يا جماعة اللي هو البلوغ قبل الموعد الطبيعي بسموها الاسم الاشهر بريكوشيس بيبيرت. اتوقع طبعا اي واحد عنده بريماتيول بيبيرت يبقى شورت استيرشو. ليه? لان هو حصل البلوغ بدري وهو صغير فطبيعي ان هو بقى قصير. سيروديفشنس اوكي ما يبقى الكريتن والكريتن معروف ان هو شورت استيرشو. ادرينا الانسوفيشنسي برضو نفس الكلام. طيب الكاستريشن بقى جماعة دي الكاستريشن ده لا ده الكاستريشن ده حاجة تانية ما هو المفروض ان عند بيبقى فيه عندك تعمل استيموليشن للجروس وبعد كده تعمل وبالتالي يتوقف النمو للابد عند سنة تمنتاشر في مين واحد وعشرين في مينة. طب هنا بقى الشخص ده ما عندوش اصلا الهورمونات دي. طب ما عندوش الاندورجنس دي. وبالتالي ما فيش حاجة تقفل اصلا. اتالي يفضل يزيد. فده مش شورت استيرشو ده بالعكس بقى طول اوي. طبعا? اللي بعد كده. طبعا. ده من غير ما نفكر يا جماعة هو بطلع من البستيريور بتويتر جلاند. تمام? جميل. طيب. آآ النمراء اللي بعد كده. بطلع طبعا من البستيريور بتويتر جلاند. آآ انكريز البرميابلتي في هل هو بيشتغل لا يا جماعة? هو بيشتغل على بايتشينجس. ان بلازمة ازمالاتي لزان عشرة في المينة. بقول لك يعني لازم ازمالاتي تبقى اتغير عشرة في المينة على اقل عشان يستجيب. لأ. اللي بالك يا جماعة. هو بفوت باستجيب الازمالات تقليل من كده حتى معروف انه واحد في المينة. بقى دي برضو. سكريشن انكريز وين بلازمة فوليوم فولز. لما البلازمة فوليوم يعني? خلي بالك دايما يستجيب لحاجتين. تشينجي في البلاد فوليوم وتشينجي في البلاد فلما الفوليوم يقل طبعا يزيد ده طبعا اه اجابة سليمة. واللي قبله طبعا ما ينفع. عايزين جملة غلطة عن الجروس هرمون. تمام? بيعملك يعني بيحافظ على البروتين في الجسم وبالتالي بعمل باستجيب اه نايتروجين بالانس وبحافظ على صح? سكريشن از اندر هاي برسة هاي بسلامي كنترول هاي بسلامي تحكم فيه. تمام? طيب الاختار اللي بعد كده يعني اعلى في عن معروف ان الجروس هنوب اعلى في عن اي مرحلة عمرية تانية بس هل هو اعلى في تشيردين على الادلت? اه يعني اي زيد يعني يا جماعة يعني اي اعلى يعني. تمام? طبعا اه اه هو عايز جملة غلط. طبعا بوزة اندر هاي بسلامي كنترول شفاء كلام ويزيد في اثناء النوم. طيب حتت بقى ان اعلى لأ هو عالي لكن بقى زي وزي الادلت وبالتالي هي دي الاجابة الخطأ اللي هي سي. وكده بخلصنا المستوى التالت من بتويتري بتمنى لكم كل التوفيق وبشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.